ها واحد السلام وعليكم العامة للعود تاني بالجديد للعشاقات الخياطة فين هما فينكم عشاقات الخياطة والخياطات والمعلمات تبارك الله علينا الله يزين الصنعة والله يكون معنا هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم مرحبا بكم وبهتا زرزي تبارك الله ما شاء الله كان اقول لكم مرحبا بكم زيال الرندا والجريبا اللي شاركت معاكم فايتلي قلت لكم غانشارك معاكم وشنو غادي ندير بيها ان شاء الله ها هي جبتها لكم هنا خديت العبارات فين غادي المهم ما نحرقش لمراحل كملوا معايا الفيديو بلايك والاشتراك بالجرس تواصلوا دائما بالجديد ان شاء الله تستفدوا تكونوا مفيدين ومستفيدين متتبعين الاوفية داخل ارض الوطن من طلجة القبيرة وخارج ارض الوطن في كل مكان في كل بلاد فين ما كنتوا وكيف ما كنتوا نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير مرتاحين في عقلكم وقلبكم هذا هو الاهم الواحد يكون مرتاح في عقله وقلبه وفي صحته هذا هو الاهم صحة تاج فقرصنا انتهلوا فيها خصوصا في هذا العواشر الله يحفظكم ما تتعصبوش الله يحفظكم الناس اللي كتتعصبو في العواشر في رمضان العصبية ما صرحاش لكم نهائيا حاولوا تكونوا مهدنين وحاولوا تحيدوا الاشياء اللي دائما كتعصبكم كتسبب لكم في هكا الاعصاب انكم تعصبو ونتمنى ان شاء الله ربي يريحنا ويريحكم ويدومها راحت البال لنا ولكم الجميع المسلمين بس لاتوا على النبي نبدأوا لفيديو ديالنا وخابدينا لكن ما فيها بس نصليوا عن نبي كاملين ديوا الاجر كاملين لانه حتى اللي كيكون سبب فانه الناس خورين يصليوا عن نبي راح كيدي الاجر كتير وكتير وكي يديه مع هادوك الناس حتى هما اللي كي يديه الاجر في الصلاة على النبي اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون خفيف ضريف على قلوبكم كما شفتوا معي جليبة قبل ما نقطعها قبل ما نفصل فيها ذاك الشي اللي غدي نخرج فيها ان شاء الله بل ما نحرق المراحل تبعوا معي خطوة بخطوة انا ندرت الفيلول لكن ايدو حدا ما كتصفقش بطبيعة الحال اراكم معارفين البنات الخياطات واللي مثلا عندهم حتى هما قانوات حال هكذا كيديروا فيديوهات ايدو حدا ما كتصفقش انك تصوري بليد شدة تليفون وديري شغالك بليد الاخراء كما انتم ما شفتوا حبس تصوير حتى قطعت جليليبة هاد اطرف دي لتوبه غدي نحطوه على جنب حتى نخرج فيه سريويل عصري وبلدي في النفس الوقت وخفيف هاد جليليبة ان شاء الله غدي نخرج منها جبادور عصري غد شوفوا معي الفكرة كيفاش غدي تخرج ان شاء الله مرحلة مرحلة بقوا معي كي موقت لكم بليشتراك بالجرس توصلوا دائما بالجديد جديد المهم هنا بعد ما قطعت جليبة ديالي راكم كتشوفوا بقي هنا ما زل ما قطعت شليد دين ما زل ما حيتش لقوا بالمهمة ما معي مرحلة بمرحلة ان شاء الله راكم شوفوا في اللول ديالا فيديو صورت لكم بالطول هكا باش تكون جليبة بينها والبيسة اللي غنخرج منها ان شاء الله تكون حتى هي بينها ان شاء الله بقوا معي كي موقت لكم بليشتراك بالجرس باش اه توصلوا دائما بالجديد ان شاء الله غتشوفوا اه ان شاء الله هاتجليلي با اشنو اخرجت منها كما انتم ما شفتوا قبيلة في اللول ديالا فيديو مكم مشا جبتها في المخدة لانو اه حطيتها من شحلة هادي ونبقيتش كنستعملها و جبتها دبا اه العواشر هادي كان بغيو شي حاجة خفيفة هكا جباتور شي حاجة اه عصرية وبلدية في النفس الوقت وحاجة اه خفيفة هكا في اللبسة اه وتكون زوينة في النفس الوقت اللي اه تكون شي حاجة بلدية يا راكم معارفين في العواشر هكا في رمضان كان بغيو نلبسو اه دائما لبلدي ولكن كيكون عندنا مشكيل في مثلا شقة ما كان قدروش نشقه بفرشة هكا كما انتم معارفين كله واشنو كيسميه دراعية او مثلا قندورة او لا اه قفطان هكا بليد دين اه طويل اه الجما يجمع من هنا ومن هنا حزم من هنا ومن هنا اخس كي تديري طبليا اخس كي تديري اه الحزم تجمعي للدين يعني اه كيكونوا عندنا مشاكيل في هذك اللبسة كان بغيو نلبسو شي حاجة بلدية وعصرية في نفس الوقت في العواشر ولكن اه كان كنكونو هكا ما مرتاحينش في هذك القفطان اللي لبسناه او مثلا الفرشة اننا نشقه وفي نفس الوقت اه نزرب وراكم معارفين توجد الفطور اه الوليدات المدراسة المهم كان بغيو دائما شي حاجة خفيفة هكا وزوينة ومميزة وشي حاجة اه طوب وشي حاجة راقية وتكون كيما قلت عصرية وبلدية في نفس الوقت اللي نبهروا بها عائلتنا وفي نفس الوقت اه نكونو مرتاحين في اللبسة ديال اه هذك اه الحاجة اللي احنا لامسين مثلا كيما قلت لكم اه جابة دور خفيف ضريف اللي غدي نوجد معكم هانتم ما دبارات ببعتوا معايا مرحلة بمرحلة بعد ما قطعت هكا للدين اه اللي بيس ديالي اه كتبان شوية بشوية المهم هنا للدين غنخرج فيهم للدين عصريين ما غيبقوش هكا بلديين اه سريوين حتى هو غنديرو عصري وبلدي المهم ان شاء الله غتبقوا معايا كيما قلت لكم بالاشتراك يلا ما مشتركين الله يحبتكم ضغطوا على زر اه الجارس باش تواصلوا دائما بالجديد تشوفوا الشكل نهائي ديال هاد اللبسة وفكرة زوينا بزف بزف خصوصا في العواشر كيما قلت لكم كانوا واحلو في اللبسة ديالي ما لابس تقليدية هكا في العواشر كان نبغيو نلبسو تقليدي وعصري في النفس الوقت وفن نفس الوقت نكونوا مرتاحين ان انا نقدروه نشقاو ونقدروه نجريه ونقدروه ان انا نديروه بزف لحواج به هادك اللبسة اللي احنا لابسينها وفن نفس الوقت خفيفة كيما قلت ماشي بحل قفطن اللي كانت لبسيه غير في الحضور وانتي قالسة مربعي يديك ما كديري حتى حاجة قفطن هكا علاحكو وطريقو اللبسة زوينا مع الاكسسورة ديالو لفولار هكا البليغة المهم كتكوني لبسة اللبسة ديالك مقدة وكتكوني غير قلسة هكا يا اما بحال العواشر كيما قلت لكم بحال هكا كان بغيو نجدو الفطور بغيو نديرو شحامل حاجة في الدار وحنا مرتاحين قفطن ما كيصلح لناش نشقاو به او مثلا فراشي كيما قلت جر من هنا جر من هنا جمع من هنا جمع من هنا حزم يعني كيما قلت لكم هاد الفكرة اللي جب لكم اليوم مبتكرة من مملكة لكم تستهلكوا الاخير دائما معي الجديد ومازال ان شاء الله كين الجديد في المستقبل ان شاء الله غادي تشوفوه دائما كيما قلت لكم بالجرس بطبيعة الحال توصلوا دائما بكل ما هو جديد واللايكة اللي حفتكم ما تنسوهم ليش كيتشجيعا لنا الله يحفتكم هنا قطعت لي الدين على هات الشكل هذا غانشارك معاكم كيفاش غادي يخرجوا مازال كيفاش غادي نخيطهم غادي ندير فيهم من قيشتها كان مهم اللبسة غادي تجي عصرية وبلدية في نفس الوقت كيما انتم ما كتشوفوش حاجة اللي طوب وفي نفس الوقت بلدية ان شاء الله تعجبكم الفكرة الحاجة اللي غا تلبسيها وانتي مرتاحة في نفس الوقت تقدري تشقاي في الدار تقدري تهزي مثلا الوليدات اللي عندك طربية ها كان مهم للبسة خفيفة وزوينة وراقية في نفس الوقت شي حاجة اللي غا تلبسيها وانتي فرحانة بها ومرتاحة فيها شي حاجة اللي طوب ان شاء الله باقي الشكيلات وانويعات بالكروشي بتنبات بالعقيق بالرندا اليوم ما شاركت معكم بتازر زيت الزواقة ديال الرندا صراحة شي حاجة اللي زوينا ان شاء الله إلا قدرت غندي لكم فيديو خاص كيفاش تخدمو هاد الزواقة لبنات صنيعيات ديال الرندا ما كيعرفوش هاد الزواقة هادي ديال تازر زيت على التوب كيفاش تخدميها كيجيونا مثلا للبسي هكا بلديين ناس كيبغيو لمسة سوسية هكا على اللباس خصوصا لكيبغيو يوجدو اللباس باش يدوزو ايضي الناير او مثلا شي مناسبة هكا كيبغيو لمسة هكا سوسية على لبسة ديالهم ان شاء الله غضي نشارك معكم طريقة كيفاش تخدمو هاد الزواقة على التوب ان شاء الله برندا او مثلا ندخلو فيها العقيق المهم ان شاء الله كان جديد في الطريق ان شاء الله الله يكون معنا كيما قلت الموضوع ديال اليوم هو الله يكون معنا احنا الخياطات في هاد العواشر الصراحة موضوع فيه ميتقال فيه المفيد لكم كيما قلت لكم بالاشتراك بالجرس توصلوا دائما بالجديد ديالي كنتشوف عشر دقيق ديال الفيديو قرب ايسالة ما غادش انطول عليكم الفيديو ومرة اخرى نكمل معكم الموضوع غانهضر على الناس ليكيحطوا حويجهم يوجدوا ليهم اللي عواشر وغانهضر في نفس الوقت على الناس ليكيوجدوا الكلين ديالهم حويج العيد هذا علاش غانقول الله يكون معنا نتمنى الفيديو يكون خفيفة على قلبكم والسلام عليكم